شفنا في خلال الفترة القصيرة دي يمكن الرفض للاختلاف كنا بنشوفه كتير قوي يعني يمكن حتى لما الناس نزلت وحتاجتهم المناصرين نيهم نزلوا وقالوا احنا هنفجر مصر ماذا لو استمر الإخوان في الحكم؟ كنا نشوف مصر ازاي النهاردة؟ ما كانتش هتبقى في مصر يعني هيبقى الإخوان بس هم اللي موجودين اعتقد ان الشعب ممكن كان يختفي لان تهديدهم كان تهديد حقيقي ان هم هيفجروا مصر الإرهاب الذي مارسه هذا التنظيم كان على كل المستويات وعلى كل الأشكال كان إرهاب لفظي وسلوكي وسياسي وأيضا جنائي الإخوان مارسوا العنف ما قبل 2013 وما بعد 2011 ومارسوا العنف لسنوات بعد 2013 وأعتقد أن الإخوان مذالوا يمارسون هذا العنف ربما عبر المنصات الإعلامية لما بنشوف على فضائية أو منصة تابعة للإخوان شخصا ما ينتمي للتنظيم ويقولك على سبيل المثال وقد حدث هذا احنا عرفين بيوت وعنوين ضباط الشرطة ولذلك سوف نتوجه إليهم ويدفع المواطنين إلى هذا الأمر ولذلك فكرة الإرهاب وفكرة ممارسة هذا الإرهاب على مستوياته المختلفة كان الإخوان هيقوموا بيها وأعتقد وقتها مصر ما كانتش هتبقى موجودة إذا كنا بنتكلم على مصر القديمة ومصر الفرعونية ومصر الحديثة أو كنا نتحدث عن جمهورية جديدة الآن الإخوان عبثوا بالدين بالدين وعبثوا بالوطن وكانت مشكلتهم الحقيقة بس مش في الدين والوطن بل في المواطنين ولذلك قامت عمليات انتقام شديدة ضد المواطنين لمجرد أنهم رفضوا حكم هذا التنظيم المتطرف لمجرد أنهم ثاروا عليه ولمجرد أنهم رفضوا وجود هذه الهيمنة أو وجود هذا العبث بالوطن بهذه الصورة أستاذ منير بعض الناس كانوا بيقول أن الإخوان كانوا بيخططوا إزاي يصلوا للحكم لكن مخططوش هيعملوا إيه لما يصلوا للحكم لكن أعتقد وحضرتك توافقني في هذا الموضوع أنه كانوا مخططين وعارفين هم عايزين إيه بالضبط